اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتر من خمس سنين ما نزلتش وكررت في سنة من السنوات ان هي تمزل في الاجازة تسافر وتروح لحد هناك وصلت بالفعل لحد هناك سلمت على جدتها كان يوم ساعد جدا بالنسبة لها قدتوا كله مع العيلة في العزمات وسلم على اهلها لكن آخر الليل بيكون من نصيب صاحبتها المقربة جداً لها اللي اسمها نرمين نرمين سلمت على آيا وكانت بسطة جداً وسعيدة برؤيتها لكن كانوا متعودين يقضوا الليل وهم فوق أسبوع بالليل بيشربوا عصير بيحكوا مع بعض الجو حلو فوق وبيكونوا صعداء جداً المرة دي آيا صاحبتنا أو صاحبت القصة عرضت على نرمين إن هي تطلع فوق تقعد معاها زي ما كانوا متعودين لكن ليه نرمين بترفض وبتقول لها يا آيا أنا لازم أمشي دلوقتي لازم أروح لبيت والدتي اللي هي أصلاً سكنة في الشارع اللي وراهم يعني البيت بتاعها والدتها مش معين آيا سابتها تروح قالت يمكن تكون والدتها محتاجة شيء مهم منها وعندها ظروفة مش حابة تحكيها فسابتها ترجع لبيت والدتها بدون أي نقاش وعدة كمي يوم وقابلت نرمين مرة كمان وعرضت عليها نفس الفكرة من إن هي تطلع معاها فوق تقضي الليل معاها ويشربوا عصير ويحكوا سوا لكن اتفاجئت بالكلام اللي هنقوله ده اتفاجئت بنرمين بتقول لها احنا مقناش ينفع نطلع زي زمان ولا نوعات فوق المكان فوق فوق بتجدتك ده خلاص ما بقاش أمان فيه شخص بيظهر عليه بالليل وناس كتير شافته ناس كتير خافت منه وأكد لو احنا طلعنا قدنا الليل فوق ده كده بنعرض حياتنا للأذى طبعا آية رفضت جدا إن هي أصدق الكلام ده واعترضت عليه وقالت ده بيت جدتي جدتي عايشة فيه وخلاني موجودين بيدخلوا وبيخرجوا منه كتير خالتي موجودة كمان فيه وأكيد لو شفوا حاجة زي كده كان أكيد هيتصرفه أو هيقوله فرفضت تماما إن هي أصدق نرمين لكن نرمين أقسمت لها إن هي بالفعل شايفت الشخص ده وإن هي بالفعل كانت خايفة جدا منه فآية قالت لها خلاصي نرمين أنا عن نفسي مصدقيكي بس لازم أتأكد من الكلمة التي بتقولي ده خلينا نصهر بالليل في الغرفة بتاعتي ونستنى لحد ملتصف الليل ونطلع أثناء ما هم يكونوا نيمين أيا ونرمين فضلوا مع بعض في الغرفة وانتظروا لحد باقي العيلة يكونوا نيمين وطلعوا في حوالي الساعة الواحدة كانت تقريبا الساعة الواحدة منتصف الليل آية كان عندها فكرة قالت لها ينرمين لو انت كلمك صح احنا أكد هنشوفه بس احنا برضي لازم نأمن رحنا احنا هناخد مع بعض الكفت والكفت ده يكون في صورة البكرة جاهزة على التشغيل بحيث ان اول ما يظهر الشخص ده قدامنا او اول ما نشوفه احنا هنضغط على صورة البكر فطبيعي اول ما يسمعها هيجري وهيخاف ويختفي ومش هيظهر مرة تانية ايه بتقول ان هي كانت فكرة ان الموضوع سهل كده زي ما هي معتقضة او ان الموضوع بسيط لكن للأسف مش هي دي الحقيقة موضوع مش بسيط ولا اي حاجة طالعوا بالفعل في نص الليل فضلوا طالعين واحدة 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 واول ما وصلوا لحد فوق بصوا حواليهم في الضلم ومشوفوش اي حاجة لحظوا حركة حركة سريعة في المكان لكن بعد ثواني ظهرت لهم قطة فضحكوا من الخضة بتاعتهم كان الموقف جدا مضحك بالنسبة لهم وايه قانت لنرمين شفت نرمين مش اي حاجة حتى الحركة اللي ظهرت دي عضا عرقق عن قطة ما فيش اي حاجة يلا بنتي ننفل ما فيش اي حاجة انت كل اللي بتسمعي ده او اللي تشوفي ده مجرد تهيئات وهم نزلين نرمين حيفت لها واكدت لها ان هي شفت وين فعل وان مش هي وبس ده فينس كتير شفت الشخص ده فاتفقت معاها ايه ان هي هتكرر الحركة دي والموقف ده تاني يوم وبالفعل تاني يوم استنى لحد منتصف الليل مرة تانية واتاخروا كمان زيادة فطلعوا في حدود الساعة اتنين اتنين ونص طلعها الساعة اتنين ونص وكان في اديهم الكست ايه بتقول انا كنت بقولي يا نرمين يا نرمين تعالي نطلع ما فيش حاجة متخافيش بس هي من جواها كانت خايفة جدا وقلقانة ولما طلعوا هم هتنين لحد فوق فعلا نرمين اتفجأت بظهور الشخص ده وقاية ما صدقتش عينيها قاية لما وصلت لحد فوق وكان في ايدها الكست ما كانتش نصدقة انك نرمين هيطلع كلامها صح شاف الشخص ده نرمين من الخوف نزلت تجري فما قدرتش تجري تشنكلت وقعت على السلم وكانت بتكي وقاية رجليها ما تحركتش عينيها ما قدرتش تتحرك فضلت واقفة متثبتة ومتصمرة من الخوف بص على الشخص ده اللي كان بيقرب منها شوية بشوية الموقف كان مرعب جدا مش قادرين يندهوا على حد وحتى لو ندهوا ما عارفين انه محدش هيسمع لانه خلاصت كل نايم لقيت الشخص ده بيقرب منها وبيشور لها على شيء موجود في الارض هي مش قادر تحدده ومش قادر تشوف ايه الشيء ده بعد لحظات نيرمين وقاية ابتدوا يتمالكوا اعصابهم نيرمين قامت وابتدت تجري تنزل على السلم وقاية مقدرتش تتحرك فقررت ان هي ترمي الكاسد بتاعها على السلم علشان هيعمل خطة قوية جدا فرمك الكاسد من على السلم نزل فعلا قدام ابواب الغرف اللي موجودة تحت هم اهلها يسمعوا الخطة دي وخرجوا علشان يشوفوا ايه المشكلة وبالموقف ده والتصرف ده قدرت ان هي تنقذ نفسها وتنقذ نيرمين من الشخص ده اللي اول ما فيما صوت اهلها تحت اختفى كرروا ان هم خلاص ما يطلعوش فوق تاني وكرروا كمان ما يحكوش لاي حد اي حد وطبعا العيلة لما سألتهم ايه اللي خلاكم تطلعوا فوق قالوا عادي احنا كنا طلعين نسمع اتاني ونحكي فوق عادي مفيش اي حاجة وده شرب عصير لكن نيرمين وقعت على السلم وتشنكلت وبس هو ده الموقف ما حكوش السبب الحقيقي لطلعوهم فوق بعد كم يوم جدتها قررت ان هي تاخدها تزور الحسين والسيدة زينب ويقضوا يوم حلو كده هم في الشعائر الدينية الجميلة اللي هي كانت بتحبها جدا بس المفاجأة كانت في رجوعها بعد ما قطت اليوم كله عند السيدة زينب والسيدة نفيسة وفي الاسواق هناك روحت بالليل هي وجدتها وثالتها وتفجأت الباب البيت اللي هي كانت قفلة مش مقفوض نفس القفلة هي هي بالمناسبة كان بيت جدتها ده من النوع الطوب الابيض يعني الباب ما بتقفلش مثلا بقفله ترباز زي مثلا ايه زي مثلا ايه بتاعتي لأ ده بيتقفل كده بنظام حديد بيتشبك جوه بعضه فتح الحديد ودخله اللي لقيه اصلا شبه مفتوحة دخلت البنت في الاول اللي اسمها قايا واكتشفت ان في حد قاعد جوه القوضة القوضة مفتوحة في حد قاعد جوه القوضة متغطي من لي وحاطت في الارض شموع حواليه مش عارفة ايه ده ندهت بسرعة جدتها منبرة لكن مع التركيز والصوت والمفاجأة اكتشفوا ان اللي موجوده دي واحدة ست وست دي واحدة قربتهم تعتبر عامة امها عامة امها كانت قاعدة متغطية حط شموع حواليها ورسمة رسومات على الارض البنت اللي ما شافت الست هي اللي هي قربتهم واللي هي تعتبر عامة والدتها قررت ان هي ما ترجعش تاني المكان من كتر خوفها طبعا جدتها لما تفجئت من منظر ده ولما شايفت بنفسها ده زعلت جدا وجهتها باللي هي عملته طبعا الستة او كرت قالت لا ما فيش اي حاجة انا كنت بقرة قرآن وبشغل شموع عشان ما بحبش اللمبات القديمة اللي هي شغالة بالزيت وما بحبش شغال الاروار كان عندها حاجة فرغة محدش يقدر يقتنع بيها وده كان بسبب ان هي تفجئت بوجودهم هتمتمنة ان هون مش هيرجعوا او مش هيروحوا بدريا فهتحججت بان ان هي بتحب الشموع وان هي كانت بتقرأ قرآن علشان تبعد اي حاجة وحشة عن المكان وده طبعا حاجة فرغة جدا محدش يقدر تطنع بيها اللي يخليها تيجي في بيت جدتها وليه غليها تعمل كده هناك كان واضح جدا ان هي بتحضر لشيء وفعلا الست دي اخرت كل حاجة قبل ما تطول الاسئلة ويطول النقاش واخذت بعدها ومشيت من غير ما توضح لاي حد اي حاجة لان كان كل الامور واضحة وهي بتحضر حاجة سيئة لاصحاب المكان علشان يتعرضوا لمشاكل وتستغل عدم وجودهم او هي تشتغل في السحر او الحاجات دي ومش بتلاقي مكان تشتغل فيه غير في بيت جدتها لما تكون جدتها مش موجودة مما ان هي عايشة لوحدها لما الاولاد رجعوا اللي هم خلال اية جدتها حكيت حكيت لهم على كل حاجة فاتصلوا بشيوخ يعرفوهم كويسين ويقدروا يحلوا المشكلة دي فالبنت في التوقيت ده قررت ان هي تحكي لجدتها عن الكلام اللي سمعته من درمين قالت يا جدتي انا سمعت من درمين ان في شخص بيظهر فوق والناس كتير بتخاف لما بتسوفه وان هو السبب اللي خلانا منقدرتوا يطلع فوق وفي الاخر ان انا فعلا شفته الشيوخ فضلوا يقروا في المكان يوم واثنين وثلاثة لكن اية ونرمين كانوا مش قادرين يناموا من الخوف والكوابيس اللي كانوا بيشوفوها طول الفترة دي واللي زادت اكتر بعد مقايا شافت الست دي وهي بتحضر للجن في بيت جدتها بدون علم جدتها البنت سفرت رجعت اقتاني الصعيد وكانت بتتمنى ان كل المشاكل تزول من المكان وكمان من جواها قعدت فترة تشوف اشياء غريبة تظهر لها اشياء غريبة وشافت اكتر من الشيخ لان الشيوخ لما جم حكوا لجدتها كل حاج كل حاج عملتها السبب دي ان الشيوخ قالوا لجدتها ان السبب دي كان كل هدفها ان بنات العيلة دي او بنات جدتها ما يتجوزوش وان يحصل مشاكل في بيت جدتها دي وتتعرض لامراض كتير وان السبب دي بتشتغل في الموضوع ده وتقزي ناس كتير وان الاسا المرة دي هيطول كل البنات بما فيهم آية صاحبة القصة اللي بتحكي لنا عن الموضوع ده الموضوع انتهى لكن تأثيره الى الان ما انتهاش تتمنى من ربنا ان يزيل اي شيء وحش اتعرضت لي لكن ربنا لوحده هو اللي عنده حل للمشكلة دي وبكده تنتهي قصتنا او التجربة الحقيقية اللي سمعتها من الاستاذ ايا ياريت كلان ادعالها ان ربنا هفك عنها الازدة ولو انت كملت لحد دلوقتي معناها ان انت اتبسطت من القصة ادعالني بلايك بالاشتراك في القناة والتغليك عشو اعرف ان انت سمعت القصة وانك كنت مبسط منها واتبعني في القصة تالية كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته